اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اننا نردوا البالس لحل نفسية ديالتنا كيف ما نردوا البالس لحل جسدية كيف قلت اولا الاصل ديال المرض نفسي كي يجل من خلال زوج الحاجات يا ايما الجينات يعني يقدر مثلا واحد شخص من العائلة تصاب واحد نهار بكتئاب عندي نسبة ديال خمسين تل ثمانين في المئة اني قدرت انا نصاب بالكتئاب يعني هدرت على الكتئاب كيف ما نقدر ننظر على بزاف ديال الترابات وبزاف ديال امراض نفسية كيف ما الكتئاب يقدر تصابه من خلال المحيط طرابات في الخدمة مشاكيل مع العائلة مشاكيل مع الاصطيقة مشاكيل عاطفية تقدر تسبب لي واحد نهار الكتئاب يعني الاصل ديال المرض نفسي او الطراب نفسي ما عندوش جواب انه يقدر يكون لا اما جيني او محيطي او تسبب فيه المحيط يعني دائما نردوا البال الصحة النفسية ديالتنا وفقت ما كان نحسوا بروسنا ما مرتاحينش نفسيا عندنا الطرابات او عندنا مشاكيل او الدغوطات او عندنا مشاكيل او عندنا بسيكولوج او بسيكياتر اللي هو ما مختصين في هذا المجال هذا فعلا الصحة النفسية يعاني منها كبير وصغير في هذه السنوات الاخيرة فعلا سوقتوا من بعد كوفيد الناس بدأت تكونسولتين الناس بدأت تقول الفوالا شي حاجة ماشية هذه خصني نشوف نشوف اخصائي نفسي ولكن بزاف الناس يخافوا من الاسمية ديال المسطي ولا هبل ولا مختل عقليا انني انا مشيت عند بسيكولوج غادي 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 نتعير بها على برون تعير بها في العائلة بزاف الناس في العائلة كيكونوا كي يعاني من مرض نفسي من طراب نفسي ولكن كاتمينو كيخافوا من ديك سمية دلعار انه انسان عنده مرض نفسي يعني انسان يشكل عليه خطر كيفما الاخصائيين نفسيين نحن هدا با كان خدموا مع الوليدات الصغار يعني عندنا طرابات تعلم عندنا مشاكل تمدروس عندنا مشاكل في التركيز عندنا اطفال عندهم طيف التوحود عندنا اطفال عندهم فرط الحركة كيفما كان خدموا مع الاطفال عندهم مشاكل عائلية يخدموا مع مراهقين على الإدمان مشاكل أسرية يعني بزاف ديال الحويج يعني فعلا بزاف ديال المواضيع للانسان كيباناليزيها وهي راه مشكل خسها التعايش ختاما الرسالة جالتي من على استيغماتيزاتيون مشي اي واحد مش عند بسيكولوجو لعند بسيكاتر فهو مستيب كلنا من نحنا اخصائيين نقدروا واحدنا نحتاج ومش عند اخصائي نفسي مشي عيب مشي عيب نقول انا عيد مشي عيب نقول مشي عيب نحتاج لي سمعني محتاج لي عاوني نصوم لا برو كنتمنى منكم فعلا تعطيوا اهمية للصحة النفسية وكيفما قالت للمنظمة العالمية الصحة انه حق من حقوق الانسان اننا نبديوها شوية في صحة النفسية ديالتنا وكيفما شفتو من بعد زلزال انه بزاف الناس عانوا من طرابات وعانوا من مشاكل يعني هناك نقولوا فعلا باننا نحنا محتاجين ومنقولوا شلا موسيقى اشتركوا في القناة